المشركون أبوا أن يسجدوا لله تبارك وتعالى وإذا قيل لهم مسجدوا للرحمن قالوا وما الرحمن أنسجدوا لما تأمرنا وزادهم نفورا ثم خرج الشيعة مقتدنة بهؤلاء المشرقين زاعمين أننا لا بد أن نسجد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالوا أن هذه الشمس والنجوم والجبال هذه تسجد للآئمة القرآن يخبر أنها تسجد لله وهم يقولون أن النجوم والكواكب وهذه المخلوقات تسجد لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى أنهم قالوا أن الشمس والقمر أقل من نعل الإمام والكواكب والنجوم تسجد للإمام لا سماوات شنو قيمته الأمان للأمام الإمام أخوتي الكرام الشمس والقمر شصع نعل الإمام ما تكون النجوم والكواكب تسجد للإمام أخوتي الكرام هي باقية بوجود الإمام الله يخبرنا أن الشمس والقمر والنجوم تسجد لله تبارك وتعالى وهؤلاء يقولون تسجد للإمام عياذاً بالله نصدق القرآن أم نصدق القرآن؟